الحمد للرحمن الرحيم من يوم الثلاثة كنت أتكلم عنه يا جماعة ميسي فعلا هيمشي ميسي فعلا زهد ميسي ما يلوشي وما يهوش الإدارة وما يحاول رغط عليهم الراجل فعلا زهد واتخنع من الوضع اللي احنا موجودين فيه مفيش حتى بواد المشروع رياضي برتيمو ويقدموا الاتنين مع بعض من هنا لحد شهر ثلاثة هل نشوف الراجل بقاله 14 سنة في النادي وكرر في يوم وليل سأفعل مشروع يا جماعة سأفعله من شهر ثلاثة لحد شهر ثلاثة وهذا ما نغير النادي به تخيل عندما احد كالدار زي برتيمو يقول لك هذا الكلام اتام ليه تخيل لما برتيمو يطلق المؤتمر صحفي ويقول اللعيبة كذا وكذا وكذا ماشيين ونحفظ على تم اللعيبة هل انت من اللعيبة اللي تم الترحاة للبيع عبر المؤتمر صحفي ومفترض ان هي أسامة كبيرة هتوافق؟ وده بالضبط اللي حصل مع سواريس سواريس قال له انا مش عايزينك هوكوما اخباره ان انا مش عايزك وشوف لك ناجي سواريس قال لنا ربعين لي سامة صح؟ انا هلعبها عايزت عدم دكة عدم دكة سنة مش همشي انا رجل قدمت البرشونة كتير ومفترض ان انتوا تحترموني وتقدروني وتمشيوني بطريقة محترمة ما حدش رد عليه ولا حد عبره الموضوع بجد انا مش همشي انا مش عايز عروض وانت عم واكيلي اللعيبة بتاعي انا مش عايز انا عروض انا عطلهم السنة دي وشوف الدنيا فيها ايه اما فدال ففدال انت مرضتش تبيعه لما كان جاء له عروض هتبيعه دلوقتي لما انت حابب تبيعه لما انت بتبيعش كياس بطاطس زي مركضيتش كان بيولك من شهرين انت بتبيع لعيبة مفترض ان هي لعيبة كبيرة وبعدين انت اللي جبت فدال وانا لك فدال تمش اسلوب برشلونة ولا منزل برشلونة وانت لبستهنة انا قلت يا جماعة الراجل حلو اهو يمكن اطلع زي باوليني وانت كنت بتطلع فيه سمسارة وكنت بتحاول انت تاخد فيه فلوس من الزين وترجعه تاني حاجات كتير اقوي بسخة مجلس بطرة كان بيعاملها بس المشكلة بقى المرة دي ميسي اخيرا زهر اخيرا لك يا جماعة الناس انت استغليني وكان بيقولوا في اعلام ان انا لبديل النادي وانا لبديل خراف الملابس وانا لبديل في الفردي يوعد وفي الفردي ما يقعدش وفي الاخر اكتشفنا ان لا يا جماعة ميسي بيعترض على كل حاجة بتحصل يقول لك ميسي هو لما قعد بيكيه وما قعد بوسكتس وما قعد الناس دي ميسي اول واحد طلب ان الناس دي لازم تمشي علشان خاطر نحاول نادني دم جديد وطلع بيكيه بعد المباراة والفضيحة الكبيرة جدا اللي حصلت لنا في نشبهنا قدام بيرن قال يا جماعة لو مستحدين ان احنا نقدم اي حاجة للنادي هنعملها حتى لو همشونا على خطر نجيب دم جديد واذا بقى اللي حصل كالعادة مفيش اي حد فان كتالونيا كلها تدري الكلام عن بيكيه يمشي الموضوع معروف ابو احتمال يكون الرئيس القدم لولدين كتالونيا وبيكيه كمان احتمال يقعدين يقول لك الرئيس القدم والكلام ده فصعب جدا انك تكلم على ان بيكيه يمشي بالنسبة لبروسكتس برضو شرحه والراجل قال له احنا ممكن نعالك ديكا لو انت عايب زعني فالكلام كله كان ماشي على ان يا جماعة ليس كل من هو اسباني ممكن يوعد معنا في المشروع الجديد بتاع كومان احنا نقضيها اسبان وهولنديين هم مش كانوا بيرفعونا الرياضة البيضاء ايام فانجالة علشان خطر الفرق كلها هولنديين احنا بنخلي لكم شوية اسبان كنا في النصر وروح نجيب لنا خمس ستة لعيبة هولنديين ونقضي بالفرق كلها اسبان وهولنديين مع واحد علشان خطر الجمهير يترده وبرتيمو يترده وكومان يترده بس انا بقيل لي سنتين وبطل ايه المشروع الهبل اللي هم بيعملوه ده منفس دباي راجل محترم وزيل فلو على دماغنا وصل في الفاينال بس الراجل فشل في ماشي السوائط هل ممكن ننجح برسولونة لا عادي احنا هنجيب منفس دباي عندناش اي مشكلة وناخد كمان رأي يا ابيدال لا واقول لك يا كبيرة كمان احنا هنعاين ناب ابيدال علشان خطر يكون المرحلة الجاي معاكوما اللي هو ايه طيب نسي بقى لما قرر الدخل بجد بعد الابارات بارموريغ قال لهم ايه رقم واحد استقالت مجلس الادارة وعلى رسوم برتيمو رقم اثنين تنزيم غرف الملابس رقم ثلاثة مشروع ريالة او هي مشروع ريالة رقم اثنين ورقم ثلاثة تنزيم غرف الملابس هل برتيمو استقال؟ ما اعتقدش اللي احنا زي ما قلت لك برتيمو الاستقال بكرة الصبح هيتم التحقيق معها في القضية بتاعت نيمار علشان خاطر المحكمة موقفاها علشان خاطر برتيمو لسه موجود في مجلس الادارة برشلونة برتيمو لو ماشي بكرة الصبح هيتحاكم بكرة الصبح بسبب قضية فساد موجودة كتلة جدا لان برضو جزء من مشروع النونيستا ان احنا كالجال اعمال نتستخبه في عضوية النادي ونام الكل اللي احنا هنقدر عليه من فساد وجرائم مالية لحد ما نطلع من مجلس الادارة برشلونة وبعدها يحلال احنا هنتحبس ده نميز الاكبر اتحابة سالتين لحد ما ملت يا راجل جات على دول لو اطلع لك جزبرات بقولك ميسي ما ينفعش يمشي دلوقتي ميسي ممكن يمشي السنة كالا عادي لماذا؟ اصدلوقتي ميسي وميسي هيكون معناها نهاية لفرع النونيستا للأبد لان نتخيل بقى لما ميسي يمشي وما فيش مشروع رياضي وما فيش اي مجلس الادارة جاي هيبقى عنده وما فيش مشروع رياضي وعندنا مشروع اقتصادي خلاص موضوع ان انت يكون عندك مشروع اقتصادي رقم واحد ورقم اثنين مشروع رياضي اعتقد ان هي هتنتيه تماما في فرصوله ولو دي حاجة حلوة جدا الموضوع بالنسبة لنا ان في حاجة حلوة جاية حتى بيقول كمان قالك انا فاد عن ميسي على القرار اللي هو اخده او ميسي لما يمشي هنزعل بس ميسي لما يمشي هيفتح لنا طريق جديد من طريق النظافة والاستقرار جوا النادي لماذا بقى؟ احنا كلنا وبين بعض عارفين ان كمان هيمشي كمان اخر للحاجة شهر ثلاثة مش هيتكمل مع الفرق غير شهر ثلاثة لماذا؟ على شخاط الفنط لو جهة يجيب معاد شافي وطبعا اي برئيس بارتيمو لو ناجح اكيد اي خلي معاكم من الموضوع باقي ناوي من المهل يجر انه يدخل الانتخابات في حالة رحيل يوني ميسي لا اعتقدش هم بكرا الصبح احتمال يستقيلوا لانهما بكرا الصبح لو استقالوا يحلصوا على المشروع الاكبر مشروع انه ليستا مشروع رجال اعمال يستخبوا في عضوية مجلسة دارة برشلونة علشان خطر المحاسبة المالية انما انا افكر انه هو يخاف عن الناس الولاياتي ويبيع الناس اللي سندها ويبيع الناس اللي تسند النايج بتاعه اعتقد ان الموضوع يكون بالنسبة للموضوع فنسي ممكن يكون بياخد الموضوع بجدي ان انا بالنسبة لي تحرقه دول على دول على دول وانا عايز اعتزل السنتين في فريق محترم ولعبها شباب تقدر تشلني لان لعبها شباب في برشلونة الموضوع صعب جدا ليه صعب جدا انت قلت ان اللعبها هتمشي صح؟ هل في عروض جد قلنا الكلام ده مفيش عروض جد هل لعبة دي لحق ان تستمر الثانة الجاية غصبا عنك؟ اوالي حق سوارز استمر الثانة الجاية غصبا عنك قلت لك سوارز لعب رخب انت ما اتدرتوش معاه كلمته دول على دول عايزك لا لا تدور سوارز يعني اللعب بقاله في فترة طولة جدا موجودة عندك وعمل تريخ معاك بس انا مش هنمشي عايز ان تعدوني لك اعدوني لك انا مش هنمشي نفس الوضع بالنسبة للفيدال بس الفيدال برضو ممكن اقولك عادي يا جماعة انا كان عنده عود من شهرين ثلاثة انت مرتوش تبعوني دلوقتي عايزين تبعوني لا انا مش ماشي ركتتش كده كده ماشي عوبة صغيرة دهوبة محك بقيتش بليه عشان قطر يطلق امتيتي برضو بالنسبة للوضع زي ما هو فانت الكلام اللي ده طلقته في العلام انت عارف انه هو هاري وهابدو فاضي فمسي ما قالش الكلام ده وعارف ان الموضوع بالنسبة له كأنك حبوزيت مخزيت وراحت غيرت فيديو جربتو من مكانه والسانة الجاية هو نفس العادة هنفضل فيه والله هو اعلم هنفضل كده لحد يمتن بالنسبة للوضع فضلت زي ما هو برتيمو ما استقلش ميسي يفسخ العادة من طرف واحد ودي الميزة اللي خرم عطال برتيمو السابق اللي فاتت انت اللي عطال بل الميزة داع برتيمو اشرب بقى اشرب بس اعتقد ان هم مش هيخلوا برتيمو يكمل لحد الصبح وفي النهاية ساليكي اعز اقول لك حاجة لو ميسي ميشي اعرف ان اجدار انا مصلحته ثم مصلحت النادي لو ميسي قعد اتمنى ان احنا مشروعنا يبدأ من بكر الصبح ونحاول يا جماعة ان احنا نطلع شباب بجده ونحاول ان نبنى على ميسي ونحاول ان احنا لعب الكبار قاعدين وميسي قعد وكل حاجة قعدة ومشي اتغيرت غير كيكي وارك ابدا لا كان مش هينفع خالص